اهلا بكم مشاهدي الكرام في المناظرة اليومية ان 90% من الحجيج اليهود القادمين من اسرائيل هم من اصول تونسية ولهم الحق في العودة الى بلادهم هذا ما نقل على لسان وزير السياحة التونسي الذي يخرج بعد تصريحات نارية تحدث فيها الرئيس التونسي عن اعتبار التطبيع مع اسرائيل خيانة عظمى هل ما يخرج على لسان قادة الدول العربية ما هو الا تصريحات للاستهلاك الاعلامي هل يستغل بعض القادة القضية الفلسطينية لتحريك الشارع بتجاه دعم وجودهم في المقابل ألم يقل الرئيس التونسي بأنه ليسكت عن أي مطبع مع اسرائيل أليس تونس البلد الذي أنتج رئيسا منتخبا ديمقراطيا يرفض أي علاقة سرية وعلنية مع اسرائيل نبدأ المناظرة حول ذلك نضم إلينا في السوديو سيد خميس أبو الأفيا المحلل السياسي مرحبا بك دكتور إيدي كوهن الباحث والمحلل السياسي أبدأ مع دكتور إيدي هل ما يدار الحديث عنه هو فقط تصريحات كلامية وإعلامية أم أن بالفعل هناك ما يدور الحديث عنه من محاولات لربما لتطبيق العلاقة مع اسرائيل أول شي خلينا نكون صراحين نحن نتكلم اليوم عن مقدسات هذا الوزير اليهودي يعني إلك الصراحة هو يكره السهيونية ويكره إسرائيل يعني هو تونسي وطني وهو يريد الخير لبلاده التونس مش لا إسرائيل مش لا الصهاينة وهذا شيء بعروف هو يكون الحق هل يمكنك أن تمنع اليهودي الذي يريد أن يزور مقدساته في جربا وفي مكان آخر في تونس خلينا نشوف التاريخ المملكة العربية السعودية العظمى كانت بدا تمنع من الحجاج العراقيين الوصول إلى مكة ولم تفلح وكانت بالتمانينات وبالتسعينات كانت بدا تمنع من الإيرانيين كمان الحجاج ولم تفلح لا يمكنك أن تمنع هذه الزيارات التي ما فيها ولا سياسة لكن الرئيس التونسي مثل ما قلت بالترقير هو الذي يريد المتاجرة وأنا أعتقد أن هذا تصريح تصريح الوزير هي يعني بمباركة ولبل أعتقد يعني هو الذي هناك مطالب بإصالته أيضا بعد هذه التصريحات لا شؤال قال الحق أنا أعتقد أن هذا كلام يعبره أيضا الرئيس التونسي التونس تعرضت وأنا أعرف ذلك لدروطات كثيرة قالوا لا أنت مش سورية أنت مش لبنان تونس دولة غربية عربية لكن عندها نمط حياة غربي عندها ثقافة هي أول ديمقراطية في العالم العربي لا يمكنها أن تتاجر بما يسمى القضية الفلسطينية وهذا هو واقع جديد تونس لازم تعود إلى ثوابها سيد خميس هو يقول بأن ذلك متاجرة في القضية الفلسطينية وكما قال في مرات سابقة كل ما يتحدث عن رفض التطبيع تحت الطاولة يطبع كيف ترد على كل هذا؟ أولا وقبل كل شيء أود أشير إلى نقطة مهمة جدا بأن إلى وجود فعلا متاجرة بالقضية الفلسطينية من قبل حيز من زعماء وقضة كل العرب ولكن إنما هذا الحيز لا يشكل جميع الأنظمة العربية وجميع الدول العربية والإسلامية رأينا موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الواضح فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية الرئيس التونسي قال أطلق التصريحات هناك من يقول بأن هذه التصريحات تندرج في إطار الحملة الانتخابية وبعد أن يتقلت سدة الحكم سيرى بأن هناك الضغوطات ما يقال في الحملة الانتخابية لا ولكن أنا أعتقد بأن هناك أيضا شواز ما بين قوسين مزدواجتين انظر إلى الرئيس دونالد تراب أطلق باقورة من التصريحات على غرار ما فعل القدماء من المرشحين للرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن هو على نقيد من الباقي الذين أطلقوا وضع هذه لائحة الوعود وكل فترة يطبق وعدا معين ويشير إليه بالبنان لقد طبقت وعد بأن يقوم بنقل السفارة الولايات المتحدة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس من وجهة نظريه وطبق وفعل ذلك وعد بالاعتراف بحقية إسرائيل على القدس كعاصمة لدولة إسرائيل فعل ذلك وحط البي ما أود أن أقوله بأن هناك ما يعرفونه لك من قد يغرد خارج السرب فيما يتعلق بالوزير اليهودي أنا أود أن أقول شيئا يعني قد أنا لا أعرف إن سيوفقني إياه زميل هنا أم سيعرضني أنا أعتقد بأن كل إنسان يقول ويوح بأنه يقره شعبه ودولته أو دولة شعبه أنا يعني أنظر إليه بارتياب وبشكوك أنا كنت أتوقع منه أن يقول بأنني يهودي فخور بكوني يهودي ولكن أود أن أشير بهذا لا يعني بأنني أؤيد سياسة حكومة بن يمين نتنياو تجاه القضية الفلسطينية حان الوقت لإزدال السطار على الصراع الدامي ما بين أبناء شعب اليهودي والشعب الفلسطيني من خلال إقامة دولة فلسطينية لجانب دولة إسرائيل أما يأتي ويقول بأنه يقره إسرائيل ويقره مش عارف إيش أنا أعتقد بأن هذه تصريحات يعني لا تقنعني بل تبعث إلى الإشمئزاز وعلى الإشمئزاز من رجلا يؤكد من خلال تصريحاتي على أنه يعني يضع مصلحات الشخصية فوق كل المصالح يعني الموقف لازال نفسه التونسي فيما يتعلق بالتطبيع بعد تصريحات الرئيس المنتخب ديمقراطيا قيسي سعيد هو قال له مراحظة أنا يعني لا أحب أن أتفق معه ولكن قال مراحظة يعني يشار إليها بالبنان قال بأن يعني تونس هي ليست سوريا وليست لبنان فعلا وليست حتى الأردن وليست مصر إنما تونس لم تكن في يوم من الأيام في إطار المحور الذي جابها إسرائيل عسكريا نعم كانت تونس داعمة للقضية الفلسطينية ولكن لم تنخلط في ساحة الوغة في القتال إلى جانب مصر وسوريا الرئيس منتخب ديمقراطيا رفض التطبيع حتى هو قال بأنه سيمنع جوازات السفر الإسرائيلية وأصحابهم من دخول تونس أول شيء يعني بدي علع على المقارنة أنا ما حبيت هالمقارنة لأنه بيعمل لي مقارنة بين فخامة الرئيس ترامب لا والإخوانجي لا والإخوانجي كايس سعيين دون أحي ترامب من وجهة نظري لا يرتقي إلى مستوى كايس سعيين هذا ملك إسرائيل هذا ملك إسرائيل نحن نحبه ترامب أنا أحبه شخصيا هذا يجيء لمصلحة دولة إسرائيل ناريك من يقول الله يرحم من بك علي وبكالي الله لا يرحم من ضحق علي وضحقني هذا يضحق عليكم من خلال بيع التصريحات والمتاجرة في مصلحة إسرائيل استراتيجية هذا رجل لو بدأ العالم العربي كله يحترك ويلتهب جيب ترامب حطه على رئيس دولة عربية بتشوف كيف بيعمل أنتوا ناقصكم ترامب أساءة ليس فقط إلى القضية الفلسطينية إنما زاد الفلسطينيين قوة المعظيمة ترامب الموضوع تونس يا سيد خميس ودكتور إيدي دكتور إيدي سيد خميس الموضوع تونس سيد خميس إلى مرحلة الأوهام الموضوع تونس دكتور إيدي تونس شوف رئيس منتخب يرفض التحقيق يعني خلينا نحكي شواء عن خلفية الرئيس هو استاذ القانون يعني هو يعلم جيدا لا يمكن أن تمنع شخص من زيارة مكدساته هذا شخص ملم بالقانون استاذ قانون الخلفية الثانية هذا إخوانجي هناك تناقض يعني هو إخوانجي يغسفني أن كل من عارض أفكار الخليج وأفكار دونالد ترامب هذا إخوانجي لا 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 هو إخوانجي لا هذا إخوانجي لا لا هو يعترف بذلك فكور النهضة تدعمه يعني هل النهضة كانت دعمته لو ما كان إخوانجي لا ما في مشكلة أنا ما عندي مشكلة أنا لا لا ما عندي مشكلة مع هالغئيس التونسي ما عندي مشكلة معه المشكلة هو محاولات المحاولات السابقة هلأ خلاص ساق بسدد الحكم ما حنسمع شي منه خلاص قبل شهر ما حنسمع التقينا في هذا المنبر أنا وإياك في موضوع كان قبل الانتخاب لا لا كان قبل كان قبل الانتخاب حول التطبيع كان قبل الانتخاب ونقول لك بأن يعني تابعت كل ردود الفعل للمناظرة بيننا ورأيت ردودا فعلا ردود فعلا قاسية وواضحة من قبل الأطياف العرب أبلاسيا من السونسيين من خلال تعقيباتهم ترى بأنهم يؤيدون موقف الرئيس المنتخب في تونس نعم هذا منتخب وأيضا يؤيدون موقف هناك هناك شعوب عربية تكره إسرائيل هذا شيء معروف يعني مش مفبتون شوف بالجزائر لكن طالما كنت تمجد في الحكام دكتور إيدي نحنا أنا أتلك لا يتوافق الشعوب العربية أغلبتها مرسول دماغها تكره إسرائيل هذا هو نحنا منشوفه بالجزائر وتونس بالجزائر أكتر لكن الحكام العرب لما بيوصلوا لصدة الحكم مثل الرئيس قايس سعيد الآن يرى الأشياء مختلفة الآن يلتقي مع ماكرون مع الرئيس فرنسي مع الرئيس أمريكي مع الغرب مش مع العرب والمتاجرة من فلسطنية أنا لا يمكن أن يخرج عن الحلف الأمريكي الفرنسي الخليجي لربما يعني أي رئيس ينصب في موقع كهذا لا يمكن أن يخرج بتونس أو يغرد بها خارج عن السرب أنا أعطيك موقف تحليليا للموضوع قالوا عن رجب طيب أردغان في حينها بأنه جزل يتجزأ من حلف ناتو ورأينا بأنه يغرد أكثر وغرد ويغرد خرج السرب واتخذ موقفا في سياسة خارجية يعني بمنأ عن حلف ناتو ولم تردي الولايات المتحدة الأمريكية ولم تردي ولم تردي أكبر حليف لإسرائيل هذا محاولة أكبر حليف لإسرائيل هذه كلمة فحقين يرادوا بها باطل أنا أعرف ضق الأسفين أكبر حليف لإسرائيل قيس السعيد أستاذي قيس السعيد قيس السعيد أنا بإسرائيلي قد يتهمه البعض وكانه أعطى تصريحات نارية ضد الإسرائيل والشعب اليهودي لا هو قال بالأمر الواضح يعني أنه خيان عظمى الذهاب إلى تطبيع دون حل القضية الفلسطينية حلا جزريا عادلا ونحن كنا في حينها وأرددها اليوم أنا مع التطبيع ولكن التطبيع القوي الوطيد الذي لا يذهب أدراج الرياح مجرد هبوب رياح العاطفة وهذا ولا يمكن إلا من خلال قضية الفلسطينية تونس شو خصت القضية الفلسطينية العرب أنتم يا عرب أنا أحكي مع المشاهدين العرب أنتم يا عرب خلي العقل يحكمكم مش بس العواطف شو خص شو مصلحتها لا شوف الخالجيين الخالجيين مصلحتهم مش القضية الفلسطينية وبيعرفوا مصلحتهم لكن هلأ تونس والجزائر شو خصهم خلي العقل يحكمكم مش العواطف فلسطين عيحنا عنها مشاكل مع الفلسطينية نحن نحلها لكن الشعوب تطلع بالملعب تحكي فلسطين فلسطين أن يقوم دكتور مفقف زيك يقول لك إنه إجدخلهم بالقضية ونالك روابط مشتركة ما بين الشعب الفلسطيني والشعب التونس والجزائر والسوري والخليج والمصري والأردني رابط الدين رابط الوطنية رابط الثقافة رابط الحضارة تأتي أنت وتقول شو دخلكم يعني هذا إن ذلك في القياس لا صعيب يا دكتور أنا أقول لك القضية الفلسطينية هي الهم الأول للشعود العربية لا كانت وما زالت أنتم تزهبت مع جمال عبد الناصر الكومية شو جابت لكم يا عرب هذه الكومية والإخوانجية شو جابوا لكم والمتاجرة بفلسطين شو جابتكم شو في الدول العربية وينهم كلها هل فيهم بيكفيهم من السودان للجزائر للسوريا لليبيا للعراك للبنان في دولة بعد ما قلت كل هذه الدول تحترك وتلتهب لماذا؟ من شغلتين سببين أول شيء لأنها بعض هذه الدول ضغت وقمعت اليهود وثانيا لأنها تتاجر بالقضية الفلسطينية لا هي تحترك الوجود سببين أنظمة فاسدة أنظمة تلاعب لمصالح الشعوب لمصالح الغالبية لما أقول أقول لك بأن لا اسمع عندما أنت تواجه مشكلة بشكل خاص تذهب إلى حل أو ترجع إلى حل مشكلتك هذا يعني بأنك تضغض مشكلة شقيقة أو أخوك ما ود أن أقول القضية الفلسطينية هي في أفئدة وقلوب كل إنسان عربي يحلم يحلم بزيارة الأقصى الأقصى هو جزء يتجزأ من القدس الشرقية التي يعني يراد منها أن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية عندما تقوم إلى جانب دولة إسرائيل الأقصى لو كان بيد الفلسطيني ما كان فيه أقصى إسرائيل تحافظ على الأقصى الأقصى لو كان بيد الفلسطيني كانوا لك 20 دولار للدخول شوف السعودي المسكين ما خلوه يدخل الأقصى لو كان مما أنت تحكي عن هذا المدون المعتوه لا احترمه لا لا هذا مدون المعتوه محمد سعيد هذا مدون المعتوه هذا مدون المعتوه هذا طالب يطالب بنيمين تنيهو بمواصلة قمع الشعب الفلسطيني أود أن أقول لك هناك مقولة للشاعر المتوفى توفيق زياد يقول يعني من يسلب حقا بالقتال كيف يحمي حقه يوما إذا الميزان مال نحن لا نريد نحن نريد هذا الشعر وهذا يعقس هناك نمازج تاريخية تؤكد أنه يمكن مواصلة احتلال شعبنا طلب الحكومة السعودية من عدم سحب جواز سفري تحدثت أنباء ونشرت أنباء أن السعودية ستصحب جواز سفري لكن هناك فرقاءات علمية كثيرة حول هذا الموضوع بدي إيلك شي تفضل انتهى عصر المتاجرة بهذه القضية الدول العربية كلها تحترك شو بدها لاتفكرها بفلسطين ولو كلها ما عندهم يأكلوا الناس عم تموت شوف بالعراك هالي كان أغلى دولة الشعوب الشعوب التي أعطت الإمارات ملايين الدولارات مشاعدات بالخمسينات والستينات التي أعطت لبريطانيا مصاري الآن ما عندهم يأكلوا الإراكيين ما عندهم يأكلوا سوريا شوف الدولار دولار واحد بيعملك ألف ريغة سورية مسألة وقت مسألة وقت هناك شعوب تريد الحرية تريد العيش بكراما ولا أحد يستطيع عن يوقف ذلك إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القضر يا أستاذ لا 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 القضر لم يستجيب لهذه الشعوب القضر يقتل هذه الشعوب القضر لا يقتل إنما من يقتل هذه الشعوب هي الأنظمة الفاسدة التي تقتل أبناء التي في العراق وفي غير العراق وحتى في اللبنان الفساد نحن نعرف ما قيل عن الرئيس المزراء اللبناني سعد الحريري كيف دفع لزانيا 17 مليون دولار في الوقت الذي شعبه يموت من الجوع هذا ماله هذا ليس موضوعنا سيد خميس هو يقول بأن للعلن تصريحات وتحت الطاولة تصريحات أخرى أفعال وأفعال طيب أنا لكي لا تفهمي أنت تعرف أنه أنا ما هو موقفي أنا يعني أنا من الذين يؤيدون يعني لا أؤمن بالحرب ولا أؤمن بالقتال إنما أؤمن أنا بالديبلوماسية وأؤمن بالمائدة المستطيلة الطاولة المستطيلة أو المستديرة لحل الصراعات ولكن الأسف الشديد رأينا في الآوينة الأخيرة توجد حكومة برئاسة بين يمينة نوتاع تتمد شياسة الاستطان هذا الاستطان أحرج حتى من يقال بأنه الحلفاء لدولة إسرائيل رأينا السعودية خرجت ببيان ترفض رفض قاطع المستطيل في خضاء هذا يعني الاستطان في الضفة الغربية بشكل واضح وكبير وحكومة يمينية في هذه الفترة يخرج تطبيق إلى العلن سيد خميس هناك في مخاوف في السعودية مما يعرف المد الإيراني البعب الإيراني استطاعت أهزة المخابرات الأمريكية والغربية والإسرائيلية إلى زرع الهلع والخوف في قلوب الأنظمة في الخليج وكأن خطرك يعني لهم هو الإيران اليوم هم يرتضلون مصر خايف من إيران يعني يركون بأنفسهم في أحضان في أحضان إسرائيل على أمل أن تقوم إسرائيل بالدفاع عنهم في اليوم المفصلي ما ودنا أقوله بأن الضمان لدول الخليج هي تأييد الشعوب والشعوب الآن هي غالبية وربما مضللة في تأييدها ولكن سيأتي اليوم وتتضح الصورة وسيفهم كل إنسان عربي بأن هناك أنزمة كانت قد ضللتهم لعندما تسمع عن ليبيا التي تنعم بالنفط فيش فيها حتى مستشفيات يشاروا الله بالبنان تسمع دول عربية عندها نفط توزع البليونات الدولارات على تفهات ترى بأن لا توجد فيها أدنى أدنى الأشياء التي بحاجة إليها الإنسان العرب في دوله وبدك إليك فلسطين قائس السعيد قائس السعيد فلسطين وأن تتناقض نفتك يا سيدي لا 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 هم من القضية الفلسطينية هناك يا عمي فيه هناك عندهم يعني باقورة باقورة مصالح منها المصلحة الذاتية تحسين الظروف المعيشية هناك أيضا توجد لديهم الرغبة في القرامة وهناك أيضا القضية الفلسطينية لا تؤمن يا عمي أنا شهادت مصار مباراة ما بين منتخبي الجزائر وفلسطين نرى أن الجزائرون يهتفون للمنتخب الفلسطيني ما يعكسوا بأنه نالك حب وتأييد القضية الفلسطيني وفي تونس الرئيس التونسي يا عمي قرأت بعض التحليلات أنا أعرف أن أنت قرأتها تقول بأن أحد الأسباب التي عززت من فرص نجاح المرشح الذي أصبح رئيسا صحيح تصريحات المؤيدة للقضية الفلسطينية ما يعني بأن السعب التونسي يؤيد يؤيد فكرة مسند القضية الفلسطينية نحن مع التطبيع ولكن التطبيع القوي القوي معناه بهذهب إلى أحد القضية الفلسطينية حلت سيد خميس أطيح حق رد عليه وأضيف عليه أيضا عندما خرج الجزائريون في تظاهر ضد فساد مع علاقة ذلك بالقضية الفلسطينية كان العلم الجزائري يخرج إلى جانب العلم الفلسطيني حتى في مرات العلم الفلسطيني أول حتى في موضوع تونس أنت تقول بأن القضية ذهبت أدراج الرئيس كيف ترد على ذلك يكرهون إسرائيل يكرهون إسرائيل هذا شيء أنا لا أمكره يعني قضية لازمت حاضرة الشعوب الشعوب العربية بعض الشعوب العرب مش كلهم بعض الشعوب العربية تكره إسرائيل أنا أقولها وأقولتها من أبرزها من الشعب الجزائري يكره إسرائيل لكن هذا لا يعني نحن شفنا أبو تفليك مع براك كيف بوصوا بعضهم لما شافوا سنة التسعة وتسعين هذا لا يعني أنه الحاكم العربي سيسمع للشعوب الشعب الجزائري الذي عانى من الاحتلال الفرنسي الشعب الجزائي الذي دفع أكثر من مليوني شهيد بدماء أبنائه من أجل تحرير جزائر من الاحتلال الفرنسي يدرك ما معنى أن يعيش شعب آخر وهو شعب شقيق كالفلسطيني تحت نير الاحتلال هو لا يقرأ إسرائيل ولكن هو يقرأ لا هو يقرأ الاحتلال فأكبر دليل نرب أن الجزائرين يوم يذهبون كثيرا إلى فرنسا وهناك من يعيش في فرنسا فرنسا التي كانت في يوم من أيام كبوس كبوس بالنسبة لكل جزائر هم لا يقرأون إسرائيل يقرأون الاستطان يقرأون حكومة بن يمينة لا يقرأوا إسرائيل الجزائرين يكرهون اليهود يكرهون إسرائيل يكرهون كل شيء شوف ما عندي مشكلة القضية حاضرة بس الأشخاص المهمين الذين يحكموا البلاد ليس حاضر عندهم أنا قلتها خليها بالملاعب خليهم كل يوم يقولوا فلسطين فلسطين لا حتى يصير الحكام العرب سيدا بعد المناظرة الأولى التي تمت بيننا أن أذهب إلى تركيا لزيارة أربع خمسة أيام في أحد الأسواق التقيت شابا يتكلم من لهجة العربية مخلوطا بالفرنساوي سألته من أين أنت؟ قال لي من تونس وسألني من أين أنت؟ قلت له من تل أبيب أنا فلسطيني أعيش في جنوب تل أبيب تبدن أطراف الحديث فقلت له يعني كمداعبة زلنا في تل أبيب قال إن شاء الله إن شاء الله عندما تحل القضية الفلسطينية هذا يكره إسرائيل هذا يقول لك أنا لا أستطيع أن أفكر بزيارة إسرائيل أو تل أبيب حتى يتم حل القضية الفلسطينية ولكن هم يريدون أن يبرروا سياستهم الاستيطانية تجاه شعب أعزق الفلسطيني من خلال الترويح وكان هناك كراهية لإسرائيل أقول لك لا يقرهون إسرائيل ولكن لا يحبون سياسة بنيمين التجاهون أنا وجهتني ده هلأ بن أبل شواء إلى الشعوب العربية وقلت لك العواطف تحكمهم رسيل دمار خمسين سنة أنه إسرائيل تهدم الأقصى وتأخذ الأقصى وتحتل الأقصى والصور والأكاذيب وترفيق الأحداث كل هذه الأشغال يعني الأمور أدت إلى كره هذه الشعوب هذا واحد يعني في كره الشعوب ليست مغفلة أيضا دكتور إيدي الشعوب مرسول دمارها لا أقول به مغفلة مرسول دمارها لكن لكن الحكام استيقظوا وشافوا كل شيء شوف الخليجيين شوف الخليجيين أنت تريد المدور السعودي المخبول وش بسه وتروح به وكأنه هذا لا يحب إسرائيل هذا هو خليج جديد هذا لا 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 خليج جديد أنا خليج جديد ما يدور في اليوتيوب وارا هناك خطابا مختلفا تماما عن دعم الخليجين وهناك من يقول من الخليجيين الكثر يقولون بأن ما يقال هو ما يروج حتى من قبل الوري العهد السعودي هو لا يعكس الموقف الداعم للشعب السعودي بأغنبيات القضية الفلسطينية نعم يعني أنت تعرف شو دائما أمام الكاميرات لن يقول لك الحقيقة الحقيقة من جمعتين كان فيه هنا وفد صحفي وكان فيه سعودي وكان فيه كويت حتى بيقولوا لك الكويت ما بيطبعه كان فيه سعوديين وكويتي هون في إسرائيل هذا أولا من الشهر كان فيه شخصية خليجية تحكمت بإسرائيل لك خلص حاجة تضحكوا على العالم الخليجين يعفوا يعني هل الكويت تطبع مع إسرائيل وراء الكواليس دكتوري موقف الكويت مقروف أيضا في إطار ذلك عندك عندك هذا مغزوك مغزوك الغانم هذا يكره يكره شعب يكره البدون أنت أستاذ جامعي أقول لك سؤال يعني يكتمع شعب بدكي المناظرة بدكي هل هناك نموذج واحد تاريخي يشير أو يأكد إلى يعني استمرار الاحتلال لشعب آخر على مدى التاريخ أعطيني نموذج واحد هناك شعب ألا تؤيد حل القضية الفلسطينية حل القضية الفلسطينية حل القضية الفلسطينية هل تؤيد حل القضية الفلسطينية حلا عادلا نعم لا يوجد مشكلة إن شاء الله تبحذ القضية الفلسطينية ويقوم تقبيعا حققيا لما بين تونس وبقد أقتال عربية مع إسرائيل هذا ما نريده لم يبقى للوقت خميسة بالآفة المحل السياسي شكرا تزينا لك شكرا جزيلا لك شهدين الكرام بهذا وصلنا إلى ختام المناظرة اليومية نشكر لكم حسنا المشاهدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة